بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء طيب مبارك يجمعنا به سماحة الوالد العلامة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح أحياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المجتمعين هذا سائل يقول أرجو أن يقف الشيخ مع اللاية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ثم أمر عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا وهو واجب علينا أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره ونصلي ونسلم عليه في صلاتنا في تشاهدنا الأخير وواجب علينا أن نسلم عليه في الخطب والمحاضرات في بدايتها بعد الشهادتين بعد الحمد لله والثناء والشهادتين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب علينا ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله سناءه على عبده في الملأ الأعلى والصلاة من الآدميين الاستغفار والصلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الآدميين ومن الآدميين الدعاء له صلى الله عليه وسلم فيما ورد به الدليل نسأل الله له الوسيلة والفضيلة والوسيلة هي قصر في الجنة لا ينبغي أن يكون إلا لنبي قال الله قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون هو فنحن ندعو له بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وهو شفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم العامة لبني آدم في المحشر حينما يقفون على أقدامهم في المحشر خمسين ألف سنة وهم وقوف على أقدامهم فيقولون التمسوا من يشفع لنا إلى ربنا أن يريحنا من هذا المحشر وهذا الوقوف وأن يصرفنا من هذا المحشر إلى الحساب فيعرضون على الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين يبتأون بآدم ثم من بعده وكل يعتذر حتى ينته إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة للعباد أن يريحهم الله من المحشر وأن يصرفهم للحساب فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه الله ويفتح عليه بمحامد ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر في أن يريحهم الله من الوقوف الطويل وأن يصرفهم إلى الحساب نعم رزاكم الله خير له فقرة أخرى يقول شيخ ما واجب الأمة تجاه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم واجب الأمة الذي يجب على الأمة نحو نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يعترفوا له بالرسالة ويشهدوا له بذلك فشهادة أن محمد الرسول الله بعد شهادة أن لا إله إلا الله ويعلن هذا في الأذان وفي الخطب والأحاديث الاجتماعية وهذا يدل على حقه صلى الله عليه وسلم علينا وعلى فضله على الخلق أن الله فضله على سائر الخلق وجعله خاتم النبيين وله فضائل بينها الحافظ في الشفاء في حقوق المصطفى فيرجع إليها القاضي عياض رحمه الله ذكرها في كتاب اسمه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيكم آخر فقرة للأخ السائل يقول الشيخ جاءت الرسل والأنبياء بالدعوة إلى التوحيد فما هي فضائل التوحيد مأجورين توحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهو الذي خلق الله الخلق من أجله كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله جل وعلا في أول نداء في القرآن من سورة البقرة يقول تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم جزاكم الله خير هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما سبب نزول سورة الحجرات ولماذا سميت بهذا الاسم سبب نزول سورة الحجرات أن قوما من الأعراب جاءوا إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي يسكن فيها هو وأزواجه فنادوه باسمه ورافعوا أصواتهم ولم يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اخرج إلينا فالله جل وعلا قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ثم وعدهم بالمغفرة فقال والله غفور الرحيم نعم هذا السائل أبو إبراهيم الشيخ يذكر بأن والده دخل المستشفى لمدة أسبوع وسوي له عملية جراحية وفحوصات ولم يصلي حتى خرج من المسجد فصلى الصلوات مرتبة من المستشفى من المستشفى نعم فصلى بعد ذلك عندما خرج الصلوات مرتبة هذا خطأ هذا خطأ منه الله يغفر له الواجب أنه صلى كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة فلا تترك الصلاة وإنما يصلي المسلم على حسب استطاعته نعم أم سالم تقول شيخ صالح هل يؤخذ بالرؤى المنامية لأنني كثيرا ما أرى أهلي ووالدتي ووالدي في المنام يطلبون شيء أو غير ذلك الرؤية حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يرى الإنسان الأموات ويرى أقاربه وهذا فيه أنس للأحياء إذا رأوا أقاربهم بحالة حسنة وفيه أيضا أن الرؤية قد يوصي الأموات أو يطلب الأموات من الأحياء شيئا من مصالحهم ومن منافعهم فهي اتصال بين الأحياء والأموات نعم يقول السائل بالنسبة لأهل القبور هل يسمعون من حولهم سواء من الأحياء أو الأموات أمور القبور لا يعلمها إلا الله ولا يقال فيها شيء إلا بالدليل والقبور الأموات يسمعون السلام عليهم إذا سلم عليهم المسلم ويردون عليه وتحضر قواهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى تحضر قواهم إليهم فيسمعون نعم تسأل وتقول شيخ أنا أخذ أكثر من عمره الحمد لله في السنة ولكن أسأل هل للعمر طواف وداع أحسن طواف الوداع أحسن ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للعمر بالوداع ولا أمر به ولكن إذا بعض العلماء يرى وجوبه وبعضهم لا يرى ذلك لأنه لم يرد به دليل بخصوصه ولكن إذا طاف للوداع بعد العمر فهو أحسن نعم تقول بالنسبة للحديث المرأة التي رفعت الصبي قالت ألي هذا حج قال ولك أجر هل تجزيه عن حجة الإسلام لا لا تجزيه حجة الإسلام لأنه غير مكلف غير بالك إنما تكون نافلة في حقه تكون نافلة في حقه ولوليه أجر إذا حج به أو اعتمر به له أجر رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر هذا الحج يكون نافلة فإذا بلغ يحج حجة الإسلام نعم حجة الإسلام أو حجة الإسلام نعم السائل يقول يا شيخ في هذا السؤال ما الأثر المترتب على الإيمان باليوم الآخر على عقيدة المسلم لا يتم إيمانه ولا تصح عقيدته إلا إذا آمن باليوم الآخر الذي أخبر الله عنه وصدق به واستعد له بالعمل الصالح نعم يسأل يا شيخ عن حديث معاذ الذي كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألو أعلمك بكلمات ما هي هذه الكلمات وصحة هذا الحديث هذا الابن عباس الله عليك إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله نعم بارك الله هذا سوداني مقيم في جدة يقول حدثوني يا شيخ عن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإمات وتوحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها لهم كالصلاة والزكاة والحج والصدقات وغير ذلك من أنواع العبادات هذا توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم فضيلة الشيخ هذه الأخت السائلة تقول بأن أختي ماتت في المنتصف من رمضان وكانت صائمة الخمسة عشر الأيام الأولى حتى منتصف الشهر ثم ماتت هل يصوم عنها أولادها بعد رمضان لا الذي لم تدركه لا يلزم قضاؤه الذي لم تدركه لم يدركه الإنسان رجلا أو امرأة من رمضان لا يصام عنه إنما يصام عنه ما أدركه ولم يصمه للمرض أو عذر يبيح له الإفطار يقضى عنه نعم الكفارات فضيلة الشيخة تختلف من حال إلى حال أم هي حالة واحدة فضيلة الشيخ الكفارات تختلف كفارة القتل الكفارة اليمين تختلف الكفارات كفارة النذر إذا نذر أن يطيع الله ولم يتمكن من ذلك هي تختلف الكفارات نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندما نتلو القرآن وفي آخر السورة نقول صدق الله العظيم هل ورد ذلك عن السلف؟ لم يرد هذا لم يرد هذا عن السلف ولا تختم القراءة بصدق الله العظيم لأن هذا لم يرد لم يرد به دليل نعم فضيلة الشيخ قرأت في أحد التفسير وفي معظمها عندما أقرأ ألف لام ميم يقول المفسر الله أعلم بمراده نعم هذه الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم هذه حروف مقطعة الله أعلم بمراده بها وشيخ الإسلام بن تيمية يقول أن هذه الحروف فيها إشارة إلى الإعجاز لأن القرآن مركب من مثل هذه الحروف وعجزتم عن أن تأتوا بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها نعم بارك الله فيكم يقول ما القول الراجح في رفع اليدين عند الدعاء الشيخ صالح أنه مشروع قول الراجح أنه مشروع بل ليس فيه خلاف أنه مشروع إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه هنا يقول إنني أبكر لصلاة الفجر فأصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر تصلي إذا دخل تصلي ركعتين سنة الفجر وتجزي عن تحية المسجد هنا بالنسبة للمريض فضيلة الشيخ وأثناء الوضوء كيف يتوضى إذا لم يتمكن من الذهاب إلى دورات المياه أعزكم الله نعم إن كان عنده أحد يوضئه ويعينه على الوضوء لا يجب عليه أن يتوضى لأنه متمكن إذا لم يكن عنده أحمد يعينه على الوضوء وهو لا يقدر عليه أو يشق عليه فإنه يتيمم فإنه يتيمم بأن يضرب على الصعيد الطهور الطيب ويمسح وجهه وكفيه يمسح وجهه وكفيه وهذا يكفي عن الماء للعاجز المريض المسافر نعم يقول ما السنة يا شيخ في صلاة الفجر ليلة الجمعة بقراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان نعم سنة السنة يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان هذه السنة نعم يقول بأنه يسكن مع والده ووالدته في بيت واحد والزوجة ترغب من هذا الزوج أن يخرج في شقة لوحدهم يا شيخ هل يطيع الزوجة أم يبقى مع والديه نعم يجعل للزوجة سكنا خاصا مستقلا ويكون مع والديه أيضا فيجمع بين الأمرين يعطي المرأة حقها من السكنة اللائقة بها ويضر بوالديه ويكون عندهما أو يزورهما نعم هذا يسأل يقول أرجو أن يتحدث الشيخ عن الوصال في رمضان وهل هو مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم الوصال مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله ولما أراد أن يفعله أصحابه أو فعلوه نهاهم عن ذلك قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لستك هيئتكم إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني فلما رأى أنهم يحرصون على الوصال قال إلى السحر أمرهم أن يواصلوا إلى السحر هنا يا شيخ هذا يسأل يقول أرجو أن تسأل الشيخ صلى عن كتاب صيد الخاطر وعن مضمونه صيد الخاطر هذا لابن الجوزي رحمه الله وهو كسمه صيد الخاطر ما جاء على خاطره من الفوائد سجله فيه نعم يقول وبالنسبة لطالب العلم ما رأي الشيخ في أي الكتب يبدأ حتى يستفيد يبدأ بكتاب الله عز وجل بالقرآن ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بكتب أهل العلم نعم ما زلنا معكم أيها السادة أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج فتاوى والذين استضيفوا فيه سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله دائما نذكركم بأن تكون الأسئلة أيضا واضحة ومختصرة كي نتمكن من عرض كثير من الأسئلة على سماحته حفظكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بالنسبة للمسافر وبالنسبة لقصر الصلوات فأرغب أن أسافر مع أخي للدراسة لمدة سنتين ونريد أن نقصر الصلاة ونجمع أيسر لنا وكذلك بالصيام لا إذا نويتم الإقامة للدراسة إقامة تزيد على أربعة أيام علمتم أنكم ستقيمون أكثر من أربعة أيام فيجب عليكم إتمام الصلاة لأن السفر انقطع وزالت أحكامه نعم يقول في الآية الكريمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نعم كان ناس يحجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم طعام ولا زاد ويسمون أنفسهم بالمتوكلين فيكونون عالة على الحجاج فأنزل الله هذه الآية تزودوا يعني للسفر ثم نبه على سفر الزاد الأخروي فقال إن خير الزاد التقوى فالسفر إلى الآخرة زاده التقوى والسفر في الدنيا زاده الطعام والشراب نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الأخذ بالفتوى في المسائل الفقهية مع اختلاف الفقهاء في الإجابات الشيخ إذا سألت عالما من العلماء المعينين للفتوى أو العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم وافتاك فإنك تأخذ بفتواه ولا تكثر السؤال للعلماء تكتفي بسؤال عالم واحد وتعمل بقوله لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكثرة الأسئلة في معنى واحد مما يخبط عليك الأمر تكثر عليك الفتاوى فإذا أفتاك عالم موثوق لفتوى فاقتصر عليها نعم جزاكم الله خير الأخت السائلة فضيلة الشيخ تقول بالنسبة لسماع القرآن للمرأة وهي تعمل في المطبخ وتشتغل هل تؤجر على ذلك السماع؟ نعم نعم هذا شيء طيب إنها تشتغل وتستمع للقرآن تحصل على الأجرين أجر العمل للبيت وأجر سماع القرآن نعم هذا السائل يقول شيخ المسلم كيف يصلح من قلبه ويكون سليما هذا بيد الله صلاح القلوب وسلامة القلوب بيد الله ولكن يسأل الله صلاح قلبه وسلامة صدره يسأل الله جل وعلا بذلك نعم من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ يقول أفضل شيء في الصدقات الماء هل ورد أحاديث تدل على ذلك نعم الماء لا شك حاجة الناس شديدة إلى الماء وأجر الماء للعطشان حتى للحيوانات وفيه أجر فبذل الماء هذا فيه أجر عظيم للدواب وللآدميين فيه خير كثير نعم يقول الشيخ هل الأجر على السواء إذا كان الصيام في الشتاء أو الصيام في الصيف نعم الأجر واحد في الصيف وفي الشتاء ولكن لا شك أن الصوم في الحر وفي الحاجة إلى الماء يكون أكثر مشقة يكون أعظم أجرا نعم له أيضا الشيخ فقرة حول الصيام يقول أنا الحقيقة عندي سمنة زائدة وراجعت الطبيب ونصحني الطبيب بالصيام فبدأت أصوم هل لأجر في ذلك ونية التخفيف اجعل النية للعبادة في الصيام اجعلها للعبادة في الصيام والصحة تكون تابعة لذلك نعم هذا يسأل يا شيخ عن الدعاء والوتر في القنوط يا شيخ عندما يدعو الإنسان في غير رمضان هل القنوط والدعاء مثل رمضان نعم دعاء القنوط سواء في رمضان أو في غيره خصوصا عند النوازل عند النوازل فيتأكد الدعاء في رفعها نعم فضيلة الشيخ أيضا يسأل عن فقرة بأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتركون الدروس ويتجهون لقراءة القرآن ويتركون السنة هل ورد شيء في ذلك نعم السلف رضي الله عنهم كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على القرآن لأن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكانوا يتفرعون من دروس العلم وحلق العلم ويتجهون إلى القرآن ويحضرون على المصاحف نعم السائل أبو عبد الله يقول لشيخ صالح أيهما أفضل في خطبة الجمعة للخطيب التبكير أم التأخر حسب حالة الجماعة إذا كان الجماعة احتاجون للتبكير يبكر إذا دخل وقت الجمعة في زوال الشمس وإذا كانوا احتاجون إلى التأخير يؤخر يرفق بهم نعم أيضا يستفسر عن معنى حديث فضيلة الشيخ وهل ورد هذا الحديث على المسلم الحق أن يجعل له في حياته خبيئة من عمل صالح هذا لا أعلم أنه حديث ولكن معناه معناه صحيح أن الإنسان يقدم لنفسه ما ينفعه عند الله بالدار الآخرة من الأعمال الصالحة نعم سماحة الوالد لنا جنود مرابطون على الحدود يقدمون التضحيات سواء في الداخل أو الخارج لعل لكم كلمة نختم بها هذا اللقاء الطيب المبارك نعم الذين يقومون على الحدود لهم أجر إذا إذا صلحت نياتهم وقصدوا بذلك التقرب إلى الله ولا مانع أن يأخذوا ما يعينهم من المال لصرفه في حوائجهم لا مانع من ذلك ولكن ينون مع ذلك حفظ الثغور حفظ بلاد المسلمين ولا سيما إذا كانوا يسهرون الليل يحرسون الحدود فإنه يعظم أجرهم وثوابهم عند الله وفي الحديث عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله نعم وفق الله جنودنا البواسل وزادهم توفيقا وسدادا وشكرا لكم سماحة العلام الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوتي والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك كما أشكر فريق العمل من الأعداد في البرامج الدينية من المعدين والمخرجين والفنيين وأنقل لكم تحيات زميل السلطان العتيبي الذي أخرج هذا اللقاء الطيب المبارك وأنا بدوري أوصيكم وأقول لكم استمروا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته